اشتركوا في القناة تأتي مشاركة مملكة البحرين في اجتماعات المجلس الاعلى لمجلس التعامل لدول الخليج العربية تأكيدا على رغبتها الجادة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاضاء في جميع الميادين هذه الرغبة التي اشعلتها مملكة البحرين منذ عام 1981 وتستمر في دعمها عبر المبادرة الجادة والمثمرة الى يومنا هذا وتعقز مشاركة المملكة اهمية الرؤى المشتركة التي تطرح على طويلة الحوار والتي ساهمت بشكل واضح في تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين الدول الاضاء في مجلس التعاون من جهة وشعوب منطقة الخليج العربي من جهة اخرى في مختلف المجالات اثر استجابة الدول الاعضاء لتطلعات ابناء المنطقة ما خلق ترابطا وتجانسا في الهوية والقيم وعزز الايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف وترجم عنوان وحدة القرار السياسي على ارض الواقع في الدورة الخامسة والاربعين من خلال اعلان الكويت عبر تشديد الدول الاعضاء على اهمية دعم القضايا العربية والاسلامية العادلة خاصة غزة الى جانب الترحيب المشترك بقرارات القمة العربية الاسلامية غير العادية اضافة الى التأكيد على النهج السلمي لدول المجلس لحل الخلافات كافة في المنطقة وخارجها وتحقيقا لتطلعات الشهوب اشارت الدول الاعضاء الى اهمية استمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام والتعامل الناجح مع التغير المناخي والاستمرار في تمكين المرأة الخليجية في كافة المجالات وتعزيز الدور الاساسي للشباب ودعم الاقتصاد الرقمي باعتباره ركزة رئيسة تدعم مستقبل التنمية في المنطقة مملكة البحرين تستمر في دعم القضايا العربية والاسلامية العادلة وتطوير الحياة في مختلف جهاتها لخدمة الشعوب تحت مظلة خليجية مشتركة واهداف محددة تستشرف المستقبل